شهد القاد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ونقش الفريق أول عبد المجيد سقر عددا من القادة المشاركين بالمشروع في اسلوب تنفيذ مهامهم ومدى إتقانهم لها وقدرتهم على اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء تنفيذ المهام وفقا لتخصصاتهم المختلفة هذا وتضمنت المرحلة الرئيسية وعرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية للمشروع والخطط والدراسات التي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتلي العلي لكافة العناصر المشاركة